بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مازلنا يا جماعة في الحديث على موسم الفرخ الذي دخلنا عليه لكن هذه الأيام تعتبر من أصعب الأيام التي تأتي على الغاوة مثلا موسم القلش او فترة القلش وقد اتكلمت في حلقة فاته قبل كده عن القلش هتشتغل ازاي مع الحمام بتاعك في الفترة دي الفترة دي لها تعامل خاص جدا مع الحمام ازاي بقى؟ في الفترة دي انا زي ما اتكلمت في الحلقة اللي فاته طول ما الحمام بتاعك مش تعبان اشتغل معه بالعشاب مافيش مشكلة ما تضعفش مناعة فرد الحمام بتاعك بالأدوية بمعنى ان انا مثلا ما اعملش جدول وقائي أدوية واشتغل على الحمام بتاعك ويقول انا كده بعمل وقائي على الحمام بتاعك غلط انت انا ابسطها لك بمثال بسيط جدا يعني مثلا ما ينفعش واحد عنده اسهل واتدي له دول القلب او دول للضغط هي بمعنى كده فالحمام بتاعك ميفوش اي حاجة فانت عملت ادي له في ادوية انا قلت قبل كده بتضعف مناعة فرد الحمام انما لو اشتغلت عشاب انا حمام ميفوش اي مشكلة تب اي المانع ان انا اشتغل معه جدول وقائي بالاعشاب والاعشاب مفيدة جدا ومش هتضر لو كترها حتى مع الحمام مش هتضر انما الادوية ممكن تضعف مناعة فرد الحمام زي ما انا اتكلمت فعشان كده احنا في موسم الفرخ في حاجة مهمة جدا انا هستخدمها النهاردة وطلع اتكلم عليها وطالما انا هتشغل بها يبقى لازم ان انا اتكلم عليها انا مش طالع اعمل فيديو ان انا هقول ايه او هعمل ايه الا انا هتطالع عامله النهاردة هو اللي هتشغل به مع الحمام بتاعه بمعنى انا طالع اعدم مثلا نهاردة شيح طالع اعدم حلبة طالع اعدم كصبارة الكلام ده كله اه انا هتطلع اتكلم عليها واثلع اتكلم عليها لو هدي علاج لفرد التعبان اللي عندي هتطلع اقول انا عندي فرد التعبان هتديله كذا 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 وانا اعملت قبل كده معاه ونفع الموضوع ده معاه غير كده انا مباطلعش اتكلم في اي فيديو اعمال على بطال وهتطلع ان اقول اي اي كلام الفيديو هو بيأتي الوحد والحمدالله طيب عشان منطولش مع بعض في الموضوع طبعا احنا اتكلمنا ان احنا فترة القلش وتبقى أصعب فترة عند الغاوة طبعا نعزل الدكورة بين بوابها الوحدة في بيبان اللي خلص القلش بقى بدخله طبعا بدخل النتايع على الدكر زي ما احنا قلنا طب في الفترة دي يا جماعة انا كنت اتكلمت قبل كده في فيديو واتكلمت عن الرش الصغير اللي هو في قلب السلكة بتاعتك أو في قلب العشة بتاعتك اللي هو بيحصل نتيجة القلش أو نتيجة الدكر أو النتايع اللي هي بترمي الرش بتاعها اللي هو الصغير اللي بتطير ده أخطر أخطر حاجة بتبقى موجودة داخل السلكة وإحنا ممكن نبقى مستهترين بها أنا مش اتكلمت فيها وقلت الرش ده ممكن ينقلك أمراض وخلاص لا هو بالفعل بين الأمراض وصدقني النظافة في الوقت ده اتعب بقى اليومين دول مع الحمام بتاعك كله يعني أنا يوميا أقسم بالله يوميا بطلع أنظف للحمام السلكة والأرضية والكلام ده بص اهو تحت السلكة اهو الحمد لله يعني أنا لسه كده منظف وبرضو شوف هتلاقي ريش صغير جدا لسه برضو بيتطاير في بعض الحمام لسه طبعا بيقلش عندي حطوا طبعا الواحد والنوتي حطيتها الواحدة وفيه كرة طبعا أنا بوبتها طبعا وفيه قصوص بقى أنا خلصتها مع بعض دخلتها على بعض طيب عشان ايه ما نتكلمش كتير الرش الصغير ده هو ده اللي ممكن ينقلك الامراض في الفترة ده يا جماعة هنبص اللاقي التنفسي عندنا نتيجة الطيارات الهوى اللي هي بقى خلاص احنا دخلين كده على فصل الشتا الطيارات الهوى والتنفسي والكلام ده والاسهالات والحاجات دي هنبص لاقي فيه امراض هتجيلك اه ما تقلقش منها انا قلت لك ان كده لو ما عندكش اي اي مرض هتشتغل طبعا بالاعشاب غير كده ما تعملش اي حاجة انما لو انا عندي مثلا حالة حالة زي حالة الددان خلاص هي دي حصلت انزل اجيب البندكس او العلاج اللي انا هتعامل بيه مع الحالة اللي هي بتاعت الددان انما لو عايز تعالج برضو على المدى البعيد انا قلت الاعشاب قبل كده ان الاعشاب مش علاج فعال بس هو بيعالج بس على المدى البيض عشان برضو محدش ياخد ان الاعشاب علاج فعال انا بعمل وقاية للحمام بتاعي طول ما انا شغال مع وقاية ان شاء الله مش هيجيله اي مرض طبعا عشان احنا كده طولنا في الموضوع شوية انه ارضه انا جايب حاجة ايه هقدمها لحمام بتاعي احنا طبعا في موسم القلش اللي انا اتكلمنا عليه مهم جدا ان انا عايز فرد الحمام بريش يطلع مصبوط تمام دي اول نقطة انا عايزة من الحمام بتاعي انا كده شغال بقالي اسبوع مع الحمام بالحلبة دي يا جماعة الحلبة دي مهم جدا جدا في الفترة اللي هي فترة القلش انا كده شغال بق ليه اسبوع مش اسبوع بق ليه اسبوعيا ا deber passadoت شغال كل اسبوع بدي جرعة الحلبة دي للحمام بتاعي ہدي اللتر داه هحطه على خمسة لتر ماية تمام بروي أنا بجيبي اللتر ده باغلي معلقة حلبة احيه معلقة حلبة على خمسة لتر ماية على اللتر ماية تمام معلقة حلبة يا جماعة على اللتر ماية بعد كده اللتر اللي هو الحلبة ده بحطه على خمس لتر مية وببدأ قدمه الحمام بتاعنا على عطش عشان ان انا اقدر في الفترة دي عايز طبعا احنا بنتكلم على السيلينيوم والكلام ده انا اعايز الحمام بتاعي بناشط جنسية الدكورة بتاعتي تبناشط الجنسية يبب انا حتى لو مش هجيب السيلينيوم يبب انا عندي السيلينيوم هو طبيعي ايه المشكلة بقى ان انا اشتغل مع الحمام بتاعي في الفترة دي بالسيلينيوم الطبيعي اللي هو الرباني اللي هو الحلبة قلنا قبل كده واتكلمت عليها في الفيديوهات عندي ان الحلبة دي مهمة جدا للحمام او للذكورة اللي هي بردة جنسيا او هو بيبومناشط جنسي بمعنى صح للذكورة زائد ان انا في الفترة اللي هي بتاعت الارض القلش عايز الريش بتاعي يطلع كويس ومزبوط للحمام بتاعي ويببريش الوامع تاني حاجة او تالت فايدة بتبقى في الحلبة دي ان هي بتطلع زي زيوت او رائحة الريحة بتاعتها دي بتطرد الفاش او اي دبان بيبقى موجود عند الحمام زايد ان هي بتبقى ملمع للريش تمام بتلمع الريش بنتيجة الزيوت اللي هي بتطلع او الدون اللي بتطلع من الجسم بتاع فرد الحمام بتاعنا لما بيشرب الحلبة التالت حاجة او رابح حاجة بتعالج التنفسي يعني لو عندك اي مرض تنفسي هي طبعا مش بتعالج هي بتطاقية من امراض التنفسي وعلى المدى البعيد برضو زي ما احنا قلنا ان العشاب على المدى البعيد بتعالج الامراض التنفسية والكلام ده بالنسبة للحلبة طيب احنا كده عارفنا فويد الحلبة ان هي اول حاجة اللي انا محتاجها ان هي منشط جنسي تمام ان انا عايز الريش بتاعي انا بتكلم عن الحاجات اللي هي انا عايزها في الفترة دي تبقى ان هي بتلمع الريش بتاعي وتنظف الريش بتاعي وتطلعه مظبوط وما فوش اي مشكلة نتيجة ان الفرد بيشرب الحلبة دي او ان انا بتديره جورة الحلبة بمعنى صح وطبعا بتبقى مطهر قوي جدا للامعاء لو في اي حاجة بقى في الامعاء او الكلام ده لو في ديدان او اي حاجة برضو الحلبة ما بتخليش اي حاجة من دي موجودة خالص في معدة فرد الحمالة يبقى ان احنا هنقدم الحلبة بس الغرض بتاعها ان احنا في الفترة دي بنقدمها كجدوى الوقاية وفي فترة القلش انا بشتغل بيها عشان انا عايز ريش الفرد وانت بمناشط جنسي او هي بمناشط جنسي للذكورة قوي جدا بيساعد على ان انا ازود الانتاج بتاعي هنشوف طبعا دلوقتي عملي ان شاء الله هشتغل بيها ازاي عشان برضو كلنا نتعلم مع بعض ونمشي مع بعض خطوة خطوة ادي اللتر او هنقدمه بالوقتي هسبت بقى الكاميرا واشوف على السقيقات اللي عندي هشتغل بيها اي دي كده يا جماعة دي الازازة اللي انا هشتغل بيها وهحط منها الحمام اللي هو عندي بره اللي هو السايب بالقصوص اللي هي الشبابات السايبة هحط فيها اللتر ده تمام انا حطت مثلا حوالي هنا مش خمسة لتر ولا حاجة انا حطت حوالي عشرة لتر تمام انا حطت حوالي عشرة لتر ولكن انا متقل شوية الحلبة انا متقل الحلبة يعني بمقدارها عمزة ما يكون ايه اتنين لتر بالزبط عشان نبقى الامور واضحة كده مع بعض وما نبقاش ان احنا برضو بنتكلم في الفيديو وخلاص انا متقل الحلبة شوية تمام بدل ما حط معلقة لا انا حطت معلقتين يعني عاملها زي اللترين بالزبط طبع ما متقلها يبقى مفيش مشكلة هي هي نفس الفايدة اللي هي بتاعت اللتر طيب عشان ما نطولش مع بعض ادي هحط بقى الكمية اللي انا مجاهزها اهي بنفس الطرية دي كده طبعا يا جماعة الحلبة دي ما بيباش عليها سكر عشان محدش يحليها هي حلبة سادة بس وهادي اللون بتاع طبعا المياه تغير بالطرية دي كده ابدأ بقى ان انا طبعا زي ما احنا متعلمين مع بعض انا ما بكون عندي علاج بعمل دي كده اي بعمل بقى المسال بتاعتي ولازم اعطش الحمام جماعة اهو اكمل بقى وخلص وارجعلكم كده هو جماعة الحمام بدأ يروح يشرب تمام زي ما احنا شايفين اهو كده انا معطش الحمام بتاعنا وادي السقاية اللي هي هتتبر نعمل الحمام بتاعنا اهو كله في السلاكة بدأ يشرب مرة في الاسبوع يا جماعة مرة في الاسبوع بس هتلاقي الحمام عندك بقى مية مية وما فيش اي مشكلة وبكده يا جماعة نكون الحمد اللي هي نعينا الفيديو بتاعنا ونشوق وعرفنا ايه اللي هنقدمه في الفترة اللي هي بتاعت موسم القلش انتعامل مع الحمام بتاعك في الفترة دي هي فترة القلش اللي انا قلت انا محتاج الريش ومحتاج الخصوبة بتاعتي تبا كويسة او الخصوبة بتاعتي تبا كويسة هو دي الحاجة اللي انا المفروض ان انا اشتغل عليها اسبوعيا مع الحمام بتاعك كده بكون نقيقة الحلقة بتاعتي معاك ويارب كده كنا قدرت اقدم مادة مفيدة لحلقةكم ما تنسوناش في نهاية الفيديو بتاعنا باللايك والشير عشان الفيديو بتاعنا يوصل لأكبر عدد من محب الحمام ولو ما كنتش مشترك في القناة اشترك دعم لي ودعم للقناة ترجمة نانسي قنقر